روسيا توزع مشروع بيان على مجلس الأمن يؤكد ضرورة الفصل بين المعارضة والتنظيمات الإرهابية في سوريا مقتل العشرات من إرهابيي جيش الفتح خلال طلاعات جوية للطيران الحربي السوري على تجمع لهم في بلدة سوران شمال حمار وفي منتصف النهار القوات العراقية المشتركة تستعيد المزيد من القرى في حملتها العسكرية لتحرير الموصل أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار أكد مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان ديمستورا أن ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعض الدول المنطقة سيشاركون الأربعاء في جنيف في لقاءات الخبراء حول الفصل بين الإرهابيين وما يسمى المعارضة المعتدلة في سوريا وقال المظر أنه بحسب المعلومات التي لدينا فإن الدول الخمس التي شاركت في لقاء لوزان ستشارك في لقاءات الخبراء في جنيف للفصل بين المعارضة والإرهابيين لافتان إلى أن المبعوث الأممي لن يشارك في هذه المشاورات وكان وزير الدفاع الروسي سرغي شويغو أعلن أن وفدا من الخبراء العسكريين الروس وصل إلى جنيف لبدء مشاورات مع خبراء عسكريين مع أو من عدد من الدول حول فصل الإرهابيين عما يسمى المعارضة المعتدلة في حلب أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في تالي تشوركين أن روسيا وزعت بعد إعلانها عن تهدئة إنسانية في مدينة حلب مشروع بيان على مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة الفصل بين المعارضة والإرهابيين في سوريا ونقلت وكالة سبوتنيك عن تشوركين قوله للصحفيين في نيويورك تعتقد أنه في ظل الظروف الجديدة من الضروري للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي لديها نفوزا على جماعات المعارضة المسلحة في شرق حلب وخارجها تكثيف الجهود من أجل الانفصال المبكر للقوى المعتدلة عن المعارضة وعن الإرهابيين المحددين من قبل مجلس الأمن الدولي سقط أكثر من خمسين قتلا بين صفوف إرهابي جيش الفتح خلال طلعات جوية للطيران الحربي السوري على تجمع لهم في بلدة سوران وقرى محيطة بها شمال مدينة حمى وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي نفذ طلعات جوية على تجمعات وتحسينات التنظيمات الإرهابية في بلدة سوران أدت إلى مقتل واحد وعشرين إرهابيا بينهم ثلاثة متزعمين وهم الإرهابيون أكرم حسيان ومرعدين رحال وأحمد جميل الصالح عملية جريدة مكثفة لوحدة من الجيش مدعومة بسلاح الجو على تجمعات ومحاول تسلل التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى جيش الفتح في عدد من قرى وبلدات ريفي حمى وإدلب طلعات جوية استرهفت تجمعات الإرهابيين في بلدة سوران شمال مدينة حمى أسفرت عن القضاء على أكثر من عشرين إرهابيا بينهم ثلاثة متزعمين وهم الإرهابيون أكرم الحسيان ومرعدين رحال وأحمد جميل الصالح وطالت غارات الطيران الحربي السورية وكارة إرهابي ما يسمى تجمع العزة في سوران ومورك وطيبة الإمام وأدت إلى تدمير مقر وآلية مصفحة وسيارة مليئة بالذخيرة ومنصة إطلاق صواريخ تاو والقضاء على عدد من الإرهابيين بالتزامن مع خسائر مماثلة في صفوف ما يسمى جند الأقصى في قرية بصاليا بريف حمى خسائر مماثلة بصفف الإرهابيين في ريف إدلب حيث دمرت وحدة من الجيش في رمايات دقيقة سيارة لإرهابي تنظيم جبهة النصرى بمن فيها من إرهابيين في مدخل بلدة سنجار بريف منطقة معرة النعمان وإلى ريف درعا فقد دمرت وحدة من الجيش فكرا ومقر قيادة وسيارة ونقطة محصنة فيها رشاش متوسط مع طاقمه في درع البلد إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين والطرف الجنوبي الغربي لمخيم النازحين أما في ديرزور فقد تكبد إرهابي داعش خسائر جديدة منها تدمير مقر قيادة ومنصة اطلاق صواريخ في المرائية والحويقة والحميدية وحويجة قاطع والجفرة المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سوريا يعلن عن رصد تنفيذ طائرتين تابعتين للتحلف الدولي غارات على بلدة حساجز في السورية استشد إثرها ستة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سوريا يعلن عن رصد تنفيذ طائرتين تابعتين للتحالف الدولي غارات على بلدة حساجز في السورية استشهد إثرها ستة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح المركز أشار إلى أنه تلقى من مجلس محلي في مدينة عفرين بمحافظة حلب معلومات بشأن تعرض بلدة حساجز لغارة جوية نحو الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يوم الثامن عشر من تشرين الأول الغارات أسفرت حسب المركز عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة وتدمير اثنين من المباني السكنية بيان المركز الروسي أكد أنه لم تكن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية أو القوات الجوية السورية بهذه المنطقة كما لفت البيان إلى أنه وبالقرب من بلدة حساجز نفذت طائرات التحالف الدولي مهامها ليلة الثامن عشر من تشرين الأول ورصدت وسائل مراقبة الأجواء في ذلك الوقت في تلك المنطقة طائرتين من نوع F-16 تابعتين للقوات الجوية البلجيكية يذكر أن طائرات التحالف الأمريكي الذي يدعي زورا مكافحة الإرهاب ارتكبت مجزرة بحق 120 مدنيا سوريا على الأقل ثغارات شنتها مقاتلات فرنسية في التاسع عشر من تموز الماضي على قرية طوخان الكبرى شمال منبج بريفي حلب وفي ذات الشهر ارتكبت طائرات هذا التحالف مجزرة في قرية الغندورة شمال حلب ما أدى لاستشهاد 45 مدنيا بينهم سبعة أطفال بحث الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجال طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأزمة في سوريا وسبل تسويتها سياسيا إضافة إلى عملية الجيش العراقي لتحرير مدينة الموصل من إرهابي داعش وأفاد الكريملين في بيان بأن الجانب الروسي أكد خلال الاتصال أهمية فصل التشكيلات وما يسمى بالمعارضة المعتدلة عن تنظيم جبهة النصر الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية المتحالفة معه وألفت البيان إلى أنه تم تطرق إلى عملية الجيش العراقي لتحرير مدينة الموصل من إرهابي داعش تتواصل في العراق الحملة العسكرية لتحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي التفاصيل مع مشلين عزر تواصل القوات العراقية تقدمها لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي في العراق وترسل تعزيزات عسكرية كبيرة في عملية تمهد للتقدم لخلال مدينة مصدر في قيادة الشرطة العراقية الاتحادية أفاد أن القوات المشتركة تمكنت من تطهير ما مساحته 352 كم مربع جنوب الموصل خلال الساعات الماضية فيما أكد مصدر مسؤول في عمليات تحرير لنواء أن قوات من اللواء التاسع المدرع أكملت السيطرة على قضاء الحمدانية شرق الموصل بعد أن نجحت في فرض حصار من ثلاثة محاور والآن القوات متواجدة في مركز القضاء مبيناً أن قوات الجيش رفعت العالم العراقي على مبنى القائم مقامية معلنة ترضى داعش من الحمدانية بشكل كامل مضيفاً أن القوى المحررة تمكنت من قتل أكثر من 25 من عناصر التنظيم فيما فر الباقونة إلى مركز مدينة الموصل بينما أفاد مصدر عسكري في قيادة الفرق السابعة بالجيش في الأنبار بأن خمسة عناصر من داعش قتلوا وتم تدمير عجلتين للتنظيم بقصف جوي في مدينة عنا غرب المحافظة وكان مصدر عسكري روسي كشف عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام السعودي على تمكين إرهابي تنظيم داعش من الخروج من مدينة الموصل العراقية بهدف نقلهم إلى سوريا لاحت بشائر تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي وسط مباركات دمشق والقاهرة وغيذي أردوغان الذي حاول إقحام نفسه في هذه العملية وبما أن النظام السعودي هو الراعي الرسمي للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا فقد أتمت اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب مصدر عسكري روسي على تمكين إرهابي تنظيم داعش من الخروج الآمن من مدينة الموصل العراقية بهدف نقلهم إلى سوريا قبل بدء عملية استعادة السيطرة على المدينة وقد فادت مصادر إعلامية بأن عشر حافلات واثنى عشر سيارة محملة بعناصر أجنبية من إرهابي تنظيم داعش وعائلاتهم وصلت إلى مدينة الرقة قادمة من مدينة الموصل العراقية وحسب موقع روسيا اليوم فإن العديد من عناصر تنظيم داعش وصلوا إلى مدينة الرقة ومن بينهم عدد من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب مع مرافقة عسكرية معلومات تأتي مترافقة مع التساؤلات عن الأسباب وراء عدم استهداف طائرات ما يسمى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى مكافحة الإرهاب لعناصر داعش وتحركاتهم أثناء فرارهم من مدينة الموصل مع تقدم القوات العراقية وفي هذا السياق أبدت كتائب بابليون المنضوية في إطار الحجر الشعبي العراقي استغرابها من عدم استهداف أرتال تنظيم داعش الهاربة من قبل طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة فهم تحت حماية أمريكية سعودية ما يثبت الدعم الكبير لجماعة الإرهابيين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان أعلن مؤخراً بدء عمليات استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابية حيث تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير العديد من القرى في محاور الخازر والوصول إلى مشارف قضاء الحمدانية جنوب شرق مدينة الموصل شمال العراق مكبدة التنظيم الذي يسيطر على المدينة خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات فهل سيكون لتحرير الموصل من الإرهاب انعكاسات إيجابية على سوريا بتوازي تقدم عمليات الجيش السوري أيضاً على كافة الحدود الجغرافية السورية في النشرة بعد قليل اليونسكو تتبنى قراراً نهائياً باعتبار القدس الشرقية تراثاً إسلامياً خالصاً قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب أهله مسترشدة هذه الحياة تواترت أمجادها فكن الذي يهب البطولة سقدوداً هذا الزناد تناثرت نيرانه حماماً على الأعداء يصحبها الرداء لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وإن طاق المدى أهلاً بكم من جديد أوقف الجيش اللبناني أحد متزعمي تنظيم جبهة النصر الإرهابي في جرود عرسال وأقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش اللبناني أوقف المتزعم في جبهة النصر الإرهابي عدنان محمد صليبي الملقب بزعيتر خلال كمينة في عرسال وتم نقله إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه اليونسكو تتبنى قراراً نهائياً بأن القدس الشرقية تراثاً إسلامياً خالصاً والتفاصيل في تقرير يما مواكد المسجد الأقصى المبارك تراثاً إسلامي خالص ولا علاقة تاريخية لليهود فيه حاله كحال الحرم الإبراهيمي في الخليل هكذا جاء القرار نهائياً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حيث اعتمدت مشروع قرار بالحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية والحرم الإبراهيمي التصويت هذا هو الثاني بعد أسبوع من اعتماد ذات القرار في المنظمة الأممية حيث جاء بطلب من المكسيك أملاً بتغيير النتيجة إثر الاحتجاج الشديد والضغط الكبير من قبل كيان الاحتلال عليها نطالب إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالانصياع واحترام القانون الدولي القرار ينص فطياته على إلزام الكيان الإسرائيلي بالعودة إلى الوضع التاريخي للمسجد ويدين انتهاكاته العدوانية بحقه كما يؤكد أن حائط البراق وليس المبكة هو جزء لا يتجزأ من المسجد هذا الحق التاريخي أثار الردود فعلاً غاضبة لدى كيان الاحتلال كيف لا؟ وهو ساعي دوماً إلى تشويه حقيقة المسجد بإطلاق التسمية عليه زعماً جبل الهيكل لن نتفاوض ولن نكون جزءاً من تلك اللعبة القبيحة في اليونسكو هذه المنظمة النبيلة أسست لحماية التاريخ وليس من أجل إعادة كتابته الولايات المتحدة استنكرت أيضاً هذا القرار غير المفيد حسب وجهة نظرها أحدية الجانب حتى صوت الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون ارتفع تنديداً للقرار وهو صامت دائماً أمام جرائم الاحتلال الصيونية بحق الشعب الفلسطيني الجيش المصري يعلن القضاء على ستة إرهابيين فجر اليوم خلال عملياته المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية شمال سيداء خليل إبراهيم تخوض مصر حرباً لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية التي تسعى لإخضاع هذا الجزء لسيطرتها وجارة الدفاع المصرية أعلنت أن الجيش المصري تمكن خلال عملياته المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية شمال سيناء من القضاء على ستة إرهابيين وتدمير عشرات الأوكار التي كانوا يتحصنون بداخلها ولفت البيان إلى أنه تم في طار هذه العملية استهدافوا سبع بؤر تختبئ فيها العناصر الإرهابية ما أدى إلى مقتل ستة منهم وتدمير ستة عشر ملجأ ومخزنا وعربتين وعشر درجات نارية بينما قامت وحدات من الجيش المصري وتحت غطاء من الطائرات المقاتلة باقتحام بؤر الإرهابيين واكتشاف فتحة نفق وتفكيك إحدى عشر تعبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف عناصر الجيش ضربات متلاحقة في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء حيث أعلن الجيش المصري عن مقتل تسعة عشر إرهابيا وتدمير عشرات الأوكار التي كانوا يتحصنون بها خلال العمليات التي يقوم بها ضد التجمعات التكفيرية بشمال سيناء حرب على الإرهاب تمتد من الموصل بالعراق مرورا بسوريا إلى سرطة ليبية العدو ذاته والممول نفسه والداعم لم يغير هويته لكن يغيب في هذا الغبار توحد عربي بمواجهة خطر يهدد المنطقة في ظل احتدام المواجهة مع أرهاب مدعوم غربيا ومن أعراب البترو دولار وتركيا العثمانية ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الإنزال الجوي الروسي والمصري أجرت أول رمايات مشتركة ليلا ونهارا في إطار مناورات حماة الصداقة 2016 المشتركة تتواصل على الأراضي المصرية مناورات حماة الصداقة 2016 المصرية الروسية المشتركة ففي اليوم الثالث من تلك المناورات أجريت رمايات مشتركة لقوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية وجاء في بيانة لوزارة الدفاع الروسية أنه غادر أفراد من قوات الإنزال الروسية لأول مرة قاعدة العميد العسكرية المصرية لإجراء رمايات مشتركة بالرصاص الحي بالليل والنهار تجربة مفيدة على أي حال بالنسبة لقوات الإنزال الروسية والجانب المصري ركز على السيطرة على الأبنية وتحرير الرهائن التكتيك وعملية الإنزال في المدن مختلف قليلاً واستعرضنا ذلك خلال التدريبات وذكرت الوزارة أن أفراد قوات الإنزال من البلدين أطلقوا النار من الأسلحة النارية الرشاشة وراجمت القنابل المضادة للدبابات خلال أربع ساعات ونفذ العسكريون خلال التدريبات أكثر من 600 مهمة وأصابوا أكثر من 800 هدف على مختلف المسافات يذكر أن مناورات حمد صداقة 2016 الروسية المصرية المشتركة تجري من الخامس عشر ولغاية السادس والعشرين من الشهر الحالي قرب ميناء الإسكندرية في مصر ألغت محكمة بحرينية حكماً بالسجن تسع سنوات على الشيخ علي سلمان أبرز زعيم للمعارضة في المملكة البحرينية ما قد يحد من التوتر السياسي فيها وكان سلمان الذي ما زال محتجزاً قد وجهت إليه تهم تتعلق بما سمي جراء مسقاط النظام البحريني بالقوة بسبب نشاطاته السياسية حيث جرى اعتقاله في شهر كانون الأول من العام الماضي وحكم عليه بالسجن في حزيران الماضي بتهمة التحريط على الاضطرافات مع تزايد الانتقادات الداخلية للنظام التركي بسبب دعمه للأرهاب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي أكد أن أردوغان والعدالة والتنمية اختاروا التحالف مع داعش ولهذا خسروا مكانتهم الإقليمية صلاح الدين داميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي على تركيا أن تضرد الارهابين أولا من أراضيها قبل أن تتحدث عن محاربتهم في الخارج العالم لم يعد ينظر إلى حكومة العدالة والتنمية على أنها حكومة شرعية داميرتاش في كلمة له أمام أنصار حزبه أكد أن تركيا اختارت منذ زمن طويل أن تكون حليفا لتنظيم داعش في منطقة الشرق الأوسط ولهذا السبب لا أحد يريد اليوم من دول العالم العمل مع حليف لداعش كما حالف مع تنظيمات ارهابية مثل النصر وأحرار الشام وداعش لا يمكن اعتبارها حكومة شرعية في الوقت الذي تريد أن تقول فيه بأنها موجودة على الساحة الإقليمية تخجل من قول أنها خسرت ثقلها الاستراتيجي في المنطقة وفي إشارة منه إلى الدعم الذي يتلقاه الإرهابيون في الداخل التركي كشف داميرتاش أن هناك بعض الأماكن والأحياء في مدينة غازي عنتاب الدولة غير قادرة على الدخول إليها وختم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي بتحدي حكومة العدالة والتنمية أن تحارب تنظيم داعش في غازي عنتاب كي تثبت مزاعمها بأنها تحارب الإرهاب قبل أن تتوجه إلى الموصل بنفس المزاعم القضايا الجوهرية التي تشغل الرأي العام تغيب عن اهتمامات ترامب وكلينتون لينحصر اهتمامهما بتبادل الاتهامات والتشهير والفضائح ووزارة الخارجية الأمريكية تتدخل لدفاع عن كلينتون بعد فضيحة تتعلق بقضية استخدام بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلاتها الرسمية الحرب بين كلينتون وترامب تستعير سياسيا وأخلاقيا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية المقررة في الثامن من تشرين الثاني المقبل حرب لم تشهدها الساحة الأمريكية من قبل حيث يستخدم كل المرشحين المال السياسي والحياة الشخصية والتشير والفضائح للنيل من المرشح الآخر في محاولة لكسب المزيد من الأصوات على حساب القضايا الجوهرية التي تشغل الرأي العام وزارة الخارجية الأمريكية تدخلت للدفاع عن المرشحة لانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون وذلك بعض الفضيحة التي كشف عنها مسؤول سابق في الشرطة الفيدرالية FBI حول تبادل منافع مع كلينتون فيما يخص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلاتها الرسمية المتحدث باسم الخارجية مارك تونر قال إن ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحاً ولا يتفق مع الوقائع وفي تعليق على هذه الفضيحة الجديدة اعتبر أحد مستشاري ترامب أن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على طوات كلينتون مع FBI ووزارة العدل ووزارة الخارجية لإخفاء أرشطة إجرامية على أعلى مستوى قضية استخدام البريد الإلكتروني الخاص في مراسلات عامة للوزارة هي غيض من فيض في المواجهة المحتدمة بين كلينتون والترامب وينفي المرشح الجمهوري ترامب ذلك ويقول أنها تهدف إلى تحويل الانتباه عن رسائل البريد الإلكترونية لمنافسته كلينتون كما يؤكد أنها المسؤولة عن تفشي الإرهاب في المنطقة وبخاصة تنظيم داعش الذي تستخدمه إدارة أوباما ورقة انتخابية لصالح كلينتون عبر الإدعاء بمحاربته في الموصل إلى العنوين روسيا توزع مشروع بيانا على مجلس الأمن يؤكد ضرورة الفصل بين المعارضة والتنظيمة الإرهابية في سوريا مقتل العشرات من إرهابي جيش الفتح خلال طلاعات جوية للطيران الحربي السوري على تجمع لهم في بلدة سوران شمال حما وكان في منتصف الظاهر القوات العراقية المشتركة تستعيد المزيد من القرى في حملتها العسكرية لتحرير الموصل وصلنا إلى ختم هذه النشرة نلقاكم على رأس السعادة بمعنى ترجمة نانسي قنقر